طيب هنروح للخبر اللي بعد كده عندنا كرة السلة سيدات منتخب كرة السلة سيدات بلعب بطولة أفرو باسكتبول اللي هتلاقي في الكاميرون في الفترة من 18 سبتمبر اللي احنا فيه وحتى 26 سبتمبر ودي صور من البعثة في أرض المطار في رأس فرت خلاص بارح وست بمشاركة 12 لاعب والجهاز الفني راحوا كاميرون عملوا مسحة منتظرين نتجاتها انشارها تطلع كلها سلبية المدير الفني مين كابتن إهاب الألفي وحصل حيمنة أهلوية على قائمة منتخب سيدات السلة بمشاركة 6 لاعبات هم مين نادين السلعوي فريدة واقل رانيم الجدا والنور علي طلعت نادا نافع من أصل 12 لاعبات وحقيقة نادين السلعوي حصل عليها أزمة صغيرة كده انه نادين كان منتخب 3-3 عايزها عشان يروحوا بيها رومانيا عشان هي لعبت معهم وبتأدي أداة كويس ومنتخب 5-5 كان عايزها كمان كابتن إهاب الألفي عشان يروح تلعب بطولة الأفرو باسكت ولكن في النهاية كان قرار الاتحاد هو مشاركتها مع 5 على 5 بيبقى حلو جدا اللاعي بيبقى موهوب اللاعي بيبقى عنده إمكانيات منتخبات مصر بس احنا شفنا ده زمان في الناشئين أول مرة نشوفه على المستوى الكبير يعني ممكن يبقى لعب ناشئ تحت 18 سنة وحصل معنا شخصية بيبقى لعب ناشئ مثلا عنده كاس عالم وعنده في نفس الوقت بطولة أفريقيا بيبقى على حسب قرار الاتحاد بتشارك في أفريقيا ولو بتشارك في كاس عالم على حسب احتياج الفرق تينليك بس أول مرة نشوفها على المستوى الفريق الكبير معنا دين السلعوي معنا مين في المجموعة المجموعة تلت فرق غينية والسنغال ومصر أنا بقول لكم يعني طبعا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللعبين بس السنغال صعب السنغال يعني محترفات في أوروبا وفرقة قيلة ممكن غينية لو كسبنا غينية نتأهل فالموضوع معنا هو مطش غينية ومطش التأهل يا رب إن شاء الله يشرفونا ويكون حظهم أوفر من منتخب الرجال إن شاء الله يحققوا مركز كبير جدا بس عايز أقول حاجة على منتخب السلة أنا الحقيقة يعني في حاجة مش بتعجبني أو حاجة يعني أنا يعني شايفها أن هي مفروضة بقبلوية ماينفعش أقول بطولة مهمة أو مش مهمة يعني إيه بطولة مهمة أو مش مهمة يعني ماينفعش أقول بطولة مش عشان مش هتأهلاني الكاس عالم أو ما تأهلتش بيها الأولمبيات أو ما تأهلتش بيها الحاجة أقول البطولة دي مش مهمة ليه؟ اسم مصر أهم من كل شيء اسم مصر أهم من كل شيء طالما قابلت إن أنا أشارك كمنتخب مصر يحمل اسم مصر في هذه البطولة فلازم أسعى للمركز الأول اسم مصر أهم من كاس عالم وأهم من التأهل لأي بطولة فالحقيقة ما بحبش النغمة اللي بتقول لا دي بطولة مهمة فنركز فيها عشان مؤهلة لحاجة طب ما أنت ممكن تتأهل وتروح كاس عالم برضو يعني هيبقى أمورك صعبة آه أنا تفاهم إن تبقى حاجة خارجة عن إرادت إنما طالما قابلت شارك في بطولة أنا راح أكسب ده اسم مصر يا جماعة ماينفعش إن أنا أروح أقول والله لا البطولة دي مش مؤهلة فأنا مش هشارك بكل قوتي لازم نراجع النظر أو نراجع الفكر في هذا الكلام أو نراجع تاني الاستراتيجيات اسم مصر طالما راح بطولة اسم مصر لازم يكون على مصر التتويج بأقل واجد ماينفعش أقول دي بطولة مهمة أو بطولة مش مهمة لازم نراجع نفسنا في حاجة زي كده